دلوتي حنسيب حضراتكم مع موجز لهم وآخر الأنباء بصحبة زملة نهالة الحمالة شكرا مصطفى أثناء من الصباح بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدير مصر لرئاسة جزر القمر للاتحاد الأفريقي وما شهدته من نشاط جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس جزر القمر غزالي عثماني وتناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتوضيزها في مختلف المجالات وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق أيضا للأوضاع في القارة الأفريقية كما نقش الزعيمان جهود إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة وصون وحدتي وسيادتي دولها على النحو الذي يحقق المصالح العليا لشعوبها شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللي جانب الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتر جوني إيرنست وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المكسف والمسؤول لتجنب عوامل اتساع نطاق الصراع في المنطقة لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين شن الطائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومكثفة على مناطق متفرقة بقطع غزة وأفاد شهود عيان باستشهاد 27 فلسطينيا على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة كما استشد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية جديدة على منزل بمعسكر دير البلح وسط القطاع وتجدد القصف المدفعي في محيط شركة الكهرباء شمال غرب النصيرات وسط القطاع مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين كما واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ففي بلدة طمون جنوب طباس بالضفة الغربية استشد شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت عدة منازل واندلعت خلال ذلك مواجهات واشتباكات كما سمعت أصوات انفجارات قوية بشكل متكرر وفي مدينتي بيت لحم وراء مالة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين بعد مداهمة عدد من المنازل قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن حركة حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة داخل قطاع غزة ولا يمكن القضاء عليها وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي أن حماس ليست مجرد مجموعة متنوعة من المسلحين وهي مجموعة منظمة مثل جيش مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تقليص قدرة حماس على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحقق القوات الإسرائيلية أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 من يناير الجاري في الدعوة التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا بحق إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأكدت محكمة العدل الدولية في بيان لها أن جنوب إفريقيا أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة من نية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطيني غزة عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث السلم والأمن الدوليين في البحر الأحمر وخلال الجلسة حذر مساعد الأمين العام للشرق الأوسطي وآسيا والمحيط الهادئ من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر وخطري تفاقم التوترات الإقليمية من جانبه أعلن ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن تهديد الملاحة وحريتها في البحر الأحمر هو تحدي عالمي ويتطلب ردا عالميا ورياضيا واصل منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته على استاذ مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق يوم الثالث عشر من يناير الجاري في كودوفوار اجتمل الميران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتسديد على المرمى تحت إشرف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة